يصل اليوم وفود من حركة حماس وإسرائيل وقطر إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية مشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وكانت الخارجية القطرية قد أعربت عن أمل الدوحة في التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق نار فوري ودائم في القطاع وإتمام اتفاق تبادل الأسرة والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى جميع مناطق قطاع غزة